خطوات تشكيل السؤال خطوات تشكيل السؤال تتألف من خمس خطوات خطوة أولى نضع الكلمة الإستفاهمية المناسبة دائماً في بداية السؤال لازم نحط الكلمة الاستفاهمية مناسبة خذنا نحن حوالي 16 كلمة الاستفاهمية كيف رح نعرف أي كلمة الاستفاهمية مناسبة نحن لازم نستخدمها رح نطلع على الجواب يعني بالجواب كان في شيء يدل على الزمان مثلاً in 19, 19 and 22 رح لازم نستخدم الكلمة الاستفاهمية وين لأنه يدل على الزمان إذا كان بالجواب في شيء يدل على المكان فلازم نستخدم where إذا بالجواب في شيء او كلمة مثلاً يدل على الأشخاص لازم نستخدم هون الآن بعشوين نحن نحلل 15 جملة عن الخطوات تشكي السؤال رح نحكي عنه واحدة واحدة بس لازم نعرف لحد الآن أنه أول خطوة ستيب وان هو لازم نستخدم الكلمة الاستفاهمية المناسبة الخطوة الثانية نضع الفعل المساعد نضع الفعل المساعد يعني بدأنا نتفرج نحن على الجواب إذا شفنا أحد الكلمات التالية أم أو إز أو آر أو واز أو وير ويل وود شل الماضي مننا شود كان الماضي مننا كود أو دو أو ضاز أو دي إذا شفنا هذول الكلمات موجودين بالجواب سنضع أين؟ بعض الكلمات الاستفاهمية أول خطوة سنضع الكلمات الاستفاهمية المناسبة ثانية خطوة سنضع الفعل المساعد الذي قلنا هلأ وهذا ما قلنا هون والهاز والهاب والهاد إنه قلنا بها المرة ممكن تكون فعل مساعد وممكن تكون فعل عادي or the will أو رأي في Hej إما جاء الأز والهاب والهاد بيكون الفعل مساعد ويضع للreverb إذا جاء بعدها تصريف التالي للفعل يعني الhaz والهب والهاد إذا أجاء بعد verb 3 ف Pennijk معناها فعل مساعد إذا ما أجاء معها وإذا ما أجاء معها で article 3 يعني في singers قليلا درينك إلى آخر. إذا ما فيه بجمال فعل مساعدة شو بدنا نعمل؟ إنه إذا شاهدنا الأفعال المساعد اللي حكينا عنه ما شوي بدنا نحط بعض الكلمة السفهمية المناسبة ولكن في بعض الجمال ما فيها فعل مساعد فعنا نحن نتخيارات بدنا نستخدم يا أما دوم يا أما ضاز بالحاضر يا أما دد بالماضي. بالرد بعيد إننا نحط فعل مساعد لكن في بعض الجمال ما فيها فعل مساعد فأمامنا تتخيارات. يا أما إذا كان جملي بالحاضر البسيط بدنا نحط دو. إذا كان الفاعل ايو يو ذي وي. او ضاز إذا كان الفاعل هي أو شي أو ايه. هاي بالحاضر البسيط هدو الفتتين. بينما إذا كان جملي بالماضي البسيط لازم نستخدم دد مع كل الضماير. بدنا نكون هلأ بعد شوية راح نرح نشوف بشكل عاملة نحل التدريبات. آآ جمال فيها فعال مساعدة وجمال ما فيها فعل مساعدة. الخطوة الثالثة نضع الفاعل. subject. أول شيء كلمة تفهمين مناسبة. تاني شيء. step two. الفعل مساعد. الخطوة الثالثة فاعل. بدنا نحط الفاعل. subject. إذا كان فاعل هلأ فاعل ممكن يتغير معنا. يعني مثلا مثلا إذا كان بالسؤال بالجواب I. إذا كان بالجواب كلمة I. فبالسؤال شو بدأتصير؟ بدأتصير معنا U. بالجواب. إذا كان في كلمة I. بالسؤال بدأتصير معنا U. راح نشوف بعد شو بد. step four خطوة الرابعة. نضع الفعل. نضع الفعل. إنها كلمة تفهمين مناسبة. فعل مساعد. فاعل. فعل. فعل. بقيا نخليه متما هو ونكمل الجملة. يعني نضع الفعل ونكمل ما تبقى من الجملة ويجب أن لا نضع الجواب في السؤال. يعني حطينا الفعل بعد ما winterf inhabitants. نطلع فعل شو بدن نكمل الجملي بدن نكمل الجم reconcile. ولكن الكلمة اللي هي جواب أو الكلمات اللي هي بتكون الجواب ما بنحطها بالسؤال. ممكن تكون جواب كمي وحد ي. ممكن نكون جواب كلمتين. ممكن نكون جواب كلمتين ممكن جواب أكتر من خمس أو اص astray كلمات فنحنا ما رح نحطه بالسؤال. طبعا الفعل من خليه على حاله ان احنا الا اذا كان عندنا الفعل المساعد دو او دز او دد فمعناها لازم نرجع الفعل الى المصدر. الخطوة الاخيرة نضع اشارة استفهام في اخر جمهة. نضع اشارة استفهام في اخر جمهة. يعني اريد اذكر الخطوات الخمسة اول شي كلمة استفهامية مناسبة. تاني شي فعل مساعد. تالس شي فاعل. رابع شي الفعل. خامس شي واخر شي هو اشارة استفهام في اخر الجمعي.